أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العمل متواصل لتطوير كافة القطاعات لتعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات النوعية والمؤسسات العالمية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى أبناء البحرين جاء ذلك لدى رقاء سموه بقصر رفع اليوم بحضور سمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومعالي الشخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفدا من شركة BWC الشرق الأوسط الذين أطلعوا سموه على مستجدات مركز الخدمات الإقليمية للشركة في مملكة البحرين والذي يأتي ضمن نتائج زيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة الصديقة مؤخرا حيث رحب سموه بوفد شركة BWC الشرق الأوسط منوها سموه بالعلاقات التاريخية الرسقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما وصل إليه التعاون المشترك بين البلدين من تطور ونماء في سائر المجالات أكد سموه على أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسات الاستشارية في خدمة المؤسسات المالية والاقتصادية والصناعية والصحية لتحقيق أهدافها نحو مزيد من التطور والنمو كما تم خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج شركة BWC الشرق الأوسط ومركزها للخدمات الإقليمية بمملكة البحرين والدور الذي سيطلع به في تقديم الخدمات الاستشارية التي من شأنها أن تدعم عمل العديد من الشركات المحلية والعالمية في المملكة ودول المنطقة ودوره كذلك في خلق فرص التوظيف الواعدة اشتركوا في القناة